يواجه العراق ضغوطاً من الجانب الأمريكي فيما يخص سعي واشنطن لتحييد الدور الإيراني في المنطقة وتطبيق العقوبات المفروضة على طهران فالعراق خاسرة إيران الرخوة للالتفاف على العقوبات وضمان الاستمرار في تسويق بضائعها وبيع منتجاتها أركان العمليات السياسية يعيشون في العراق اليوم حالة من التخبط بسبب العقوبات المفروضة على إيران وقد فاقم هذه الحالة توقيع عدة اتفاقيات بين العراق وإيران مؤخراً في قطاعات النفط والمصارف والنقل تلاها إنهاء استثناء العراق من تطبيق العقوبات على إيران إذن فعراق اليوم بات إحدى ساحات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تسيطر على مراكز القرار السياسي والاقتصادي فيه حالة من عدم الاستقرار والتخبط صناعة القرار العراقي لم تكن بيد الحكومة أطلاقاً بقدر ما أنه هي قضية توافقية تجمع أمسجة الطيف السياسي ليخرج ولذلك أراها مشتتة تارى تنحو أو تقترب من الجانب الأمريكي وتارى تقترب من الجانب الإيراني وتدرك الإدارة الأمريكية أن غلق العراق أبوابه بوجه إيران سيحل الكثير من إشكاليات وأزمات المنطقة لكون العراق ممراً استراتيجياً لتنفيذ سياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط هذا الممر الذي يمكن الإدارة الأمريكية بالتأكيد من إحكام السيطرة على مفاتيح تحركات إيران في المنطقة إن حصل وقرر العراق الابتعاد عن إيران صور البعض أن التصعيد الأمريكي على إيران وصل إلى ذروته لكن ليست هناك حرب متوقعة في المنطقة أمريكا لا تستطيع أن تنفذ ما تمليه أو ما تقوله بالشكل الواضح أمام بعض الدول وأمام بعض الشعوب ويمر العراق بمشكلة كبيرة تتمثل بقدرته على تحقيق التوازن بين واشنطن وطهران وبعد دخول العقوبات الأمريكية بحزمتها الأقوى على إيران حيز التنفيذ سيكون العراق المتضرر الأكبر للنزاع بين طهران وواشنطن بسبب اعتماده بشكل شبه كلي على مشتقات الطاقة ومواد أساسية من هذا البلد الذي تصل قيمة التبادل التجاري معه إلى 8 مليارات دولار